اشتركوا في القناة قرب الحدود مع اذربيجان كان الرئيس قد توجه الى اذربيجان الشرقية لافتتاح سد والاجتماع مع الرئيس الاذربيجاني الهام علييف ساعة حرجة اذا عشتها ايران تحديدا منذ ان اعلنت وسائل اعلام ايرانية الرسمية عند الساعة الرابعة واثنتين عشرة دقيقة مساء بالتوقيت المحلي تعرض مروحية الرئيس الايراني لحادثة كانت المروحية ضمن قافلة من ثلاث مروحيات تنقل الوفد الرئاسي هبطت المروحيتان الاخريان بسلام في تبريز اما المروحية التي كانت تقل رئيسي ووفده المرافق تحطمت على اتفاع 2500 متر بحسب الهلال الاحمر الايراني والطائرة اسمها بيل 412 مروحية متعددة الاستخدامات تصنعها شركة بيل هليكوبتر الامريكية ومقرها تيكساس وهي نسخة مطورة من مروحية بيل 212 ويتمثل الاختلاف الرئيسي بينهما في المحرك الرئيسي ذو الاربع شفرات وتعمل المروحية بمحركين توربينيين وتستخدم في مهام من عدة من بينها الاسعاف الجوي والطوارئ الطبية ومن غير المعروف مدير الطائرة التي كان يستقلها رئيسي الا انها في نسخه الاشهر تتسع ل14 راكبا بالاضافة الى الطيار وتبلغ سرعتها 225 كم في الساعة ويمكنها الطيران لمسافة 660 كم شارك 73 فريقا في عمليات البحث والانقاذ مستخدمين الكلاب المدربة والطائرات المسيرة ووصلوا بعد ساعة من الاعلان عن الحادثة نجحت المسيرة التركية بيرقدار اقينجي في العثور على موقع تحطم مروحية الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي وبعد اكثر من 18 ساعة من جهود البحث والانقاذ اعلن عن وفاة الرئيس ابراهيم رئيسي وجميع مرافقيه حديثة صنعت حالة الترقب العالمي لمرحلة ما بعد رئيسي وتساؤلات حول سياسة ايران المقبلة هل تتغير ام لا تساؤلات تجيب عليها الايام المقبلة اداره کشور در روند پیشوفت